القوات الأمنية المشتركة تنهي تمرد استمر ثلاثة أيام جنوب مدينة مارب حرب شاملة دارت على مدى ثلاثة أيام في منطقة منينة الأشراف مسرحها ممتد على مسافة أربعة كيلومترات حيث تتوزع الحصون والمساكن التي تركز فيها متمردون موالون لميليشيا الحوث الانقلابية فتنفيذا لأمر قضائي بالقبض القهري على الجنات من آل الأمير متهمون بالهجوم على دورية أمنية في مفرق السد قتل على إثرها تنين من عناصر الشرطة تحركت في الثالث من هذا الشهر قوات أمنية إلى المنطقة لتفاجأ بأن الأمر يتجاوز حدود الحادث الأمنية العابر إلى تمرد شامل ضد الدولة معد له إعدادا جيدا ما اضطرها إلى خوض مواجهة مسلحة أدت إلى استشهاد نائب مدير أمن مديرية مارب المقدم مجاهد عبود الشريف وعدد آخر من الجنود تطور اضطرت معه السلطة المحلية إلى تعزيز الحمل الأمنية المكلفة بالقبض على العناصر المطلوبة أمنيا بقوات من الجيش التي خاضت على مدى ثلاثة أيام حربا شرسة ضد هذه العناصر آخر مستجدات المواجهة مع هذه العناصر تؤكد أن الجهات الأمنية فرضت سيطرتها الكاملة على منطقة المنين وتم أسر ثلاثين عنصرا من العناصر التي أعننت تمردها على الجهات الأمنية في المحافظة وأفرجت عن خمسة من كبار السن وممن لم يثبت ظلوعهم في عمليات التمرد أو المشاركة في العمليات المسلحة ضد القوات الأمنية ولا تزال القوات الأمنية والعسكرية تقوم بعمليات تمشيط وتعقب في منطقة المنين بحثا عن العناصر المطلوبة أمنيا والتي لا تزال مختبئة في مزارع تلك المنطقة ومبانيها وفي الآن ذاته تواصل هذه القوات حصارها لعناصر مطلوبة أمنيا في منطقة الرجو التي تبعد أربعة كيلومترات عن منين مراقبون ربطوا بين انسحاب القوات الإماراتية الصغيرة التي كانت مرابطة في مارب وبين التطورات الأمنية التي شهدتها منطقة منين الأشراف خصوصا وأن وسائل أعلامية تمولها الإمارات وصفت أعمال التمرد التي قامت بها عناصر موالية للحثين ضد السلطة المحلية في مارب بأنها انتفاضة ضد من تصفها بحكومة الإخوان في هذه المحافظة أرادت الإمارات وفقا لهؤلاء المراقبين أن يحدث انسحابها فارقا أمنيا واضحا لكن التطور السيء للوضع الأمني سرعان ما تم حسمه لصالح الاستقرار في مارب فيما لم يحسم حتى الآن مصدر الهجوم على مقر المحافظ الذي تدور شكوك حول صحة الرواية الحوثية بشأنه